موسيقى 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 طيب يعني أكيد في استعدادات مهمة جداً ابتدت من النهاردة بالمناسبة وحنتكلم عن تفاصيلها بالشكل كامل مع حضراتكم على مدار الحلقة لكن خلينا نشوف أهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف البطولات على مستوى العالم بشكل كامل نبتدي بالدور المصري النهاردة في مطشين والمباريات النهاردة كتير بصراحة الدور المصري في مطشين المطش الأولاني بيتلاقي في هذه اللحظات ما بين طلاع الجيش والبنك الأهلي مباراة في إطار مباراة الدوري العام الساعة 7 مباراة قوية جداً بين سموحة والإسماعيل أما في كأس الكونفدرالية الأفريقية نهاردة إياب نصف النهائي من هذه البطولة بين شابية القبائل والقطن الكاميروني دي مباراة الساعة 9 الأفضل هي شابية القبائل اللي قدر أن هو يفوز على القطن في الكاميرون بنتيجة 2-1 الرجاء وبيراميدز مباراة صعبة على بيراميدز هتكون الساعة 9 بالليل هناك في مركب محمد الخامس بالمغرب والمباراة الأولى كانت انتهت هنا في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف أما يروح 20-20 في النهاردة في مباراة في الجولة الإقصائية دوري 16 تحديداً بين هولندا والشيك دي مباراة الساعة 6 وبلجيكا مع البرتغال الساعة 9 مباراة قوية قوي قوي طبعاً أما كوبة أمريكا وماتشين هيكونوا في نفس التوقيت الساعة 11 بالليل ما بين الإكوادور والبرازيل وفنزويلا مع بيرو دي أهم وأبرز المباراة النهاردة لكن الأهم بالنسبة لي الفوز بتاع انبارح والتفاصيل والكواليس اللي بتتعلق بمباراة الأمس وتفوق النادي الأهلي عندنا كلام كتير جداً جداً مهم بخصوص جوانب عديدة سواء فيما يتعلق بالمباراة أو ما حول هذا اللقاء سواء ردود أفعال ما قبل وما بعد مباراة الأهلي والترجي وتأهل النادي الأهلي للنهائي دورة أبطال أفريقيا استنونا بعد الفوز احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم بيين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يبني علينا الأهلي في دي القرى وتقال واحد فيها بطولة ينين بطولة شمال كلوا ع السكة وشجرال بتضربة القضية هتتشال الأهلي معلم أجال ما فيش تعب بيأثر فينا احنا طارقنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة كلوا ماتش والله العظيم اي حد يقول كده على الأهلي يبقى جاحد يبقى ما عندوش فكرة عن الكوره الى يقول لك الأهلي ده فريق محظوظ قل له انت ما عندكش فكرة عن الكوره الى يقول لك الأهلي ده فريق بيكسب بالحكام قل له انت أصلا ما لكش دعوة بالكور بالرياضة كمان مش الكورة بس كلمات تعودنا عليها وجمل تعودنا عليها على مدار الفترة اللي فاتت كلها أين كان بقى الأهل حلو ووحش بيكسب بيخسر هي جمل محفوظة بتتقال لازم تتقال وكأن إيه إحنا طالعين حافظين مش فاهمين لازم نعمل كده طبعا طبعا عندنا أعظم فريق في أفريقيا النادي الأهل عندنا مدرب ما شاء الله لكوة إلا بالله مدرب ممتاز مدرب صايع كور يستاهل كلمة دي الكلمة دي كبيرة قوي في الكور مدرب بيعرف إزاي يتعامل مع المطشاط سواء بقى الكبيرة مباراة صغيرة ما فيش مباراة دلوقتي بقت صغيرة كل الفرق بقت صعبة وكل الفرق بقت عندها إمكانيات كبيرة وكلام من ده فإن المدرب ده بيحقق الإنجازات دي كله وبيوصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسنة التانية على التوالي فده إنجاز كبير برضو يحسب له الإنجاز الكبير دايما لنا كأهلوية أو الجمهور النادي الأهلي هو إيه؟ هو البطولة إن الأهلي يبقى على المنصة كده رفع اللقب ولعبته رفع اللقب هو ده أهم شيء يعني لكن سيبكوا بقى من الحاجات السلبية اللي ستتالع الأهلي دي بقى خلاص يعني يعني زهقنا منها بصراحة عندنا رجالة ما شاء الله عليه مباراة كبيرة جدا جدا مبارح مباراة عملناها بشكل كويس هتقول لي أول تلت ساعة كنا وحشين وكان ممكن يجي فينا جون ده طبيعي في الكور أنت واحد كسبان بره أرضك واحد سفر الفريق اللي أنت كسبته على أرضه ده هيبقى جاي عايز يهاجم عايز يلحق يعوض فرق الهدف فطبيعي أنت يكون عندك يعني مقسم الماطش المراحل يكون عندك تحفظ في أول المباراة تحاول أن أنت ما تستقبلش هدف لأن منجرد ما الأهلي يستقبل هدف في أول عشر دقيق ربع ساعة فأنت كده خلاص الأمور راجعت للسفر تاني حتة الأفضلية اللي عندك بسبب الجنل أنت جبته هناك خلاص راحت فكان لازم يكون فيه انكماش نسبي وتحفظ نسبي من الأهلي ومن المسيماني ودي حاجة جيدة كنا قلقانين في أول تلت ساعة لكن بعد كده الأهلي انطلق بعد كده الأهلي عمل مباراة كبيرة بعد كده الأهلي استحق الفوز والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا عندي مكاسب كتير جدا أو عندنا مكاسب كتير جدا كنادي أهلي من المباراة دي سبب تتمثل في تفوق مسيماني الدائم في المباريات في لعيب اسمه محمد مجدي أفشا وأفشا ده بصراحة لازم ياخد حقه من أفضل اللعيبة لم يكن أفضلهم داخل القرى الأفريقية كل أرقامه كل اللي بيقدي في الملعب مع النادي الأهلي طبيعي جدا أنت تقول أن أفشا ده أفضل لعب داخل القرى الأفريقية مش بعظم في أفشا أو مش بقوله أنه هو يعني حاجة ما حصلتش لا لعيب جامد لعيب كويس ومؤثر لعيب مؤثر عودة كهربا مبارح ومشاركته في المباراة حسين الشحات والهدف الجميل اللي أحرزه بص العلاقة ما بين أفشا ومسماني وبالمناسبة مش أفشا بس مع مسماني اللي كده كل اللعيب علاقة مميزة جدا جدا مدرب تقيل قوي 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 وكانت مجاسفة محسوبة من الكابت المحمد الخطيب مجاسفة محسوبة أنك تتعاقت مع أفريكي ويعني قط سنداونز اللي بطولة واحدة وعمل أداء معهم كويس وأنك ما تبصش في أوروبك العادة أو في أمريكا وتجيب مدرب من داخل القرى فدي كتت مجاسفة كبيرة ومحسوبة ومغامرة بس نجح فيها بصراحة الكابت المحمد الخطيب لازم نشيد بيه في حاجة زي كده اختيار قنصائب جدا جدا هل أنا بقى أعمال وأقول مسماني ده أجمد حاجة في الدنيا وأجمد مدرب لا أنا بمجرد والله بدي له حقه بس الراجل لازم ياخد حقه بعد النتائج والأداء اللي احنا بنشوفه ده لما تيجي تتكلم كمان على الأداء ما هتقول لي ما إحنا برضه كان فيه فترة الأهلي كان وحش قوي في فترة بتاعت المطشاط اللي ورا بعض في الدوري ويخسرنا مطش اسموه على مطش المحلة على الكلام من ده بننسى حاجات إحنا بسيطة مش إحنا أنا بتتكلم على بعض من هم يهاجمون النادي الأهلي يعني بينسوا إن إيه إن الأهلي أصلا ما كانش بيتمرر الأهلي بيلعب مطش النهاردة بيرايح تاني يوم تالت يوم بيتمرر انت برين واحد استشفائي وربع يوم بيلعب مطش تاني يعني اللي هو ما فيش وقت أصلا أن انت توصل أفكارك لللعيبة ما كانش فيه فترة إعداد عشان المدرب يوصل أفكاره لللعيبة ما كانش فيه أي مساحة للاستشفى كان فيه ضغط المطشاط مش طبيعي كان فيه إصابات كان فيه ظروف كتير الناس من من الشواق ده بقالها منها وكان اللي يغيز قوي إن تلاقي بقى إيه محللين كورة لعيبة كبار لعبوا كورة وبيقطعوا في المدرب من غير ما يبصوا للظروف دي لما دلوقتي بقى فيه مساحة لما الفريق خد راحة شفنا بخلاف النتائج اللي إحنا كده كنا نكون منحقها بس منشوف أداء كويس منشوف أداء مميز من لعب النادي الأهلي ومن الجهاز الليل الفني فكلها أمور مهمة حسين شحات كمان عودته مكسب كبير جدا مبارح وهدف أكثر من رائع وحسين لو رجع المستوى حيفرق معنا كتير قوي قوي زيه زي كهرباء الاتنين دول لعيبة تقال جدا فإحنا الحمد لله الحمد لله عندنا فريق محترم فريق ماشي على غرار الجيل الزهبي النادي الأهلي جيلة بطريقة وبركاته ومتعب وقل جمعة والناس العظيمة دي يعني فمباركة كبيرة وألف ألف مليون مبروك لكل جمهير النادي الأهلي في انتظار بإذن الله العشرة بإذن الله تعالى في مباراة كايزر تشيفز اللي ليه كل الاحترام والتقدير فريق كبير قوي طالما وصلنا إلى دورة أبطال أفريقيا إذن هو فريق محترم منظم عرف يوصل إزاي فإنت لازم تتعامل معك بمنتهى الزكاء وبمنتهى الاحترام كالعاد كالعاد فأمور كلها غاية في الأهمية وحاجة بصراحة تبسط وتسعد إن إحنا يكون عندنا جيل محترم زي ده من اللاعبين ولسه ولسه إن شاء الله المزيد والمزيد من الإنجازات والألقاب لسه مفوزناش باللقب لكن في انتظاره بإذن الله تعالى وفرصنا موجودة الفرص خمسين خمسين بين الأهل وكايزر تشيفز وهي بتدي الاستعداد لها لكن دلوقتي إغلاق الملف الأفريقي والتركيز في الملف المحلي لأنه عندك أربع مطشاط بمعادلة صعبة جدا أربع مطشاط وقال في الدوري الدوري اللي أنت عايز تلحق ترجع في الصدارة فيه بعد ما لك مطشاط مؤجلة كتير جدا وفرق مع الزماج 7 مطشاط تقريبا فأنت بتحاول أن ترجع علشان تبقى في مركزك الطبيعي وفي مركزك الطبيعي هنا المعادلة الصعبة اللي الله يكون فعون الجهاز الفني في التعامل معها الأربع مطشاط بعدين مطش كايزر تشيفز فأنت هتتعامل إزاي في الحتة دي اللعبة دي ممكن يكون لقدر لا حد يتعرض لإصابة إجهاد أمور كتيرة جدا جدا ممكن تأثر على فرقة فهنا بقى شطارة الجهاز الفني اللي احنا وصكين فيه هيقسم إزاي الأربع مطشاط دول هيبقى فيه روتيشن هيتعامل مع اللعبة إزاي في نفس الوقت احنا برضو عايزين المكسب طبيعي جدا ففترة حتكون صعبة وتحدي قوي جديد لجهاز الفني واللعبين خلال المرحلة الجاية عايز أتكلم بالتحديد مبارح عن رقلة الجزاء اللي كانت النادي الأهلي اللي شطها علي معلول واللي كان تسبب فيها طاهر محمد طاهر واللغة الكتير اللي كان حواليها ما عرفش ليه ما عرفش ليه لأن كان طبيعي جدا هي تتحيس بضرب الجزاء وكان طبيعي جدا إن هي تبقى طرد وعجبني قوي كابتن واق الجمعة مبارح في الستوديو التحليل المبرأة في القناة القناة اللي واخدى اللقاء حصري يعني الراجل طالع بيتكلم هو عارف وبيقول إيه يعني مش مجرد أنا محلل كورة وده الفرق ما بين مثلا كابتن واق الجمعة وبعض المحللين اللي لعب كورة هنا في مصر بالدلائل بقول دارس أنا بقول إيه أنا هنا جايب لكم قانون كورة القدم بعد آخر تعديل ليه بعد آخر تعديل زي ما أنتم شايفين كده منع هدف أو فرصة واضحة للتسجيل الهدف بتبقى إمتى عندما يقوم اللاعب بمنع الفريق المنافس من تسجيل هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف بموجب مخالفة لمس الكرة باليد يتم طرد اللاعب أينما حدثت المخالفة حينما يقوم اللاعب بارتكاب مخالفة ضد دي بقى هي دي اللي إيه الحالة بالضبط بتاعة إمبارح حينما يقوم اللاعب بارتكاب مخالفة ضد اللاعب المنافس ضمن نطاق منطقة جزاؤه مع منعه من فرصة واضحة لتسجيل أو لتسجيل هدف ويقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء ينظر اللاعب المخالف إذا كانت المخالفة محاولة للعب الكرة هل الإمبارح كان فيه محاولة للعب الكرة لا طبعا يده الشمال بتجر وبتشد طاهر بتجيبه على الأرض فهنا ما فيش أي حاجة ليه علاقة باللعب الكرة أما في جميع الظروف الأخرى مثل المسك السحب وده اللي حصل إمبارح كان فيه سحب من اللاعب الياس شتي الدفع وما فيش أي إمكانية للاعب كرة الكرة أو كرة القدم يتم طارد اللاعب المخطئ وده اللي فعلا تم تطبيقه إمبارح من قبل حكم اليوم نيانت وبمساعدة حكم الفور ردوان جيد اللاعب المطروض البديل أو اللاعب المستبدل اللي لازه يدخل ميدان اللاعب دون إذن الحكم دي جزئية تانية لكن أنا جبت لكم القانون اللي بتعلق به حالة الطرد بالأمس واستغربت قوي لما لاقي معلق كبير عنده تاريخ كبير جدا في التعاليق ومرة عليه حالات زي دي كتير جدا وبيقول فيها وعليها لا مش ضرب الجزاء لا طرد كده ما ينفعش استغربت جدا للأسف حتى لو فيه قنوات عندها إمكانيات كبيرة جدا لكن هي بتفتقد بعض الشئ للحياة دي ده كان أمر واضح جدا مبارح على مستوى المعلقين وعلى مستوى المحللين مع كامل الاحترام والتقدير لهم والشخصهم يعني لكن فيه تحيز نسبي أو فيه تعاطف مش عايزة أقول تحيز فيه تعاطف نسبي كان واضح جدا لكابتن وقل جمعا مبارح رد بمنتهى الحرفية واحد ملم باللوايح والقوانين وعرف هو بيقول إيه يعني مش بيقوله خلاص أو مش عشان هو أهلاه وبيشجع الأهلي ونفسه الأهلي يكسب ومتعاطف مع الأهلي بيقول حاجة خلاص له بيقول بالقانون يعني فدي حاجة كانت مهمة جدا مبارح الأهلي خاد حقه بالفار لأن الناس كانت بتقعد تتكلم تقولك إيه لو فيه فار الأهلي ده مش هاخه بطلاط لك أن تتخيل الفار مبارح حسب لنا ضرب الجزاء تمام بطرد إدانا أفضلية كبيرة جدا في المباراة الفار مبارح حسب لنا هدف لحسين الشاحات مالغي لغا الحكم فتخيل أنت الفار ده لو مش موجود طب تخيل أنت الفار ده لو كان موجود قبل كده كان زمان دلوقتي الأهلي عنده بطلاط أكتر من كده بقدي إيه يعني أنه إحنا تظلمنا كتير جدا في أفريقيا تظلمنا كتير جدا كمان في البطلاط المحلية في يعني كان عمره مهم جدا تواجد الفار ونتمنى أنه يكون متواجد كمان في أدوار قبل كده لأن إحنا في دور المجمعات تعرضنا للظلم مثلا في مباراة فيتا كلوب اللي كانت هنا في القاهرة في بعض المباراة الأخرى فالفار مهم جدا ده بخصوص مباراة الأمس وبخصوص الجزئية التي تتعلق بالتحكيم لكن في كل الأحوال إحنا مبسوطين وصعداء جدا بأداء النادي الأهلي وبهذا الانتصار والتأهل لنهائي دوري أطال أفريقيا إنجاز كبير اللي عيوة دي للناس هجمتها شوية واللناس قالت إن هما خلاص ما بقاش عندهم دوافع بعد الكاس العامل الأندية لا هما بيردوا بنفسهم بيقولوا إحنا شوفنا أجواء كاس العامل الأندية عايزين نعيشها تاني إحنا عايزين نسطر اسمنا بحروف من دهب في تاريخ النادي الأهلي إحنا عندنا إمكانيات كبيرة جدا إحنا نقدر نفرح الجمهور ده هما بصراحة بينفزوا كلامهم وبيثبتوا قدية هما لعبة كبار ولازم ياخدوا حقهم بشكل كامل هروح بقى الفاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم على الترند السلبي لأن في ناس بصراحة يعني بتبالغ قوي في تعليقاتها وبتتكلم بأسلوب مش طبيعي يعني مش طبيعي وفيه تهكم واضح على المسيماني وعلى اللعبين بعد الفاصل هنتكلم مع بعض بشكل مفاصل طيب يعني للأسف الشديد فيه برامج بتجيب بعض الشخصيات أو خلينا نتكلم بطريقة محددة يعني تعودت على كده فيه برنامج بيجيب شخصية بتعتمد على أن هي تدحك الناس أو أن هي يعني لعيب كرة كبير ويعرف يقيم ويعرف يعرف إيه يشوف من الفريق الكويس من المدرب الكويس من المدرب الوحش وكلام من دي يعني والبرامج دي تعودت على كده واللعيب ده تعود على كده بس أنا ومش حقول اسمه يعني مش حقول اسمه عشان ما دو الشرف أن اسمه يتقال في قناة الأهل يعني فيه ناس كده آه ممكن تقول اسمها وتخش معها ضايركت بس فيه ناس ما تستهلش أنك تجيب اسمها على شاشة قناة الأهل أما يكون الأهل مبارح عامل مباراة كبيرة دي زي دي مش مبارح بس مباراة اللي قابليها هناك في رادلس عامل مباراة كبيرة زي دي وكسبان بره ملعبوا ويتقال على المسلمان يمدرب ما عندوش فكرة ومدرب محظوظ ومدرب على قده وأن الأهل عنده لعيبة جامدة أه طبعا عندها لعيبة جامدة بس برضو لازم يكون عندها مدرب جامد لازم يكون عندها مدرب جامد ويطلع يقول لك عكس الكلام ده يعني لما تلاقي الناس كلها يرحيمين بشكل طبيعي وتقيم بشكل منطقي وموضوعي وتلاقي واحد عشان يلفت النظر يروح شمال ويقول كلام مختلف تماما عكس الواقع عشان يخلي الناس تاخد بالهم منه يعني واخد بالك فالراجل ده من الآخر كده يعني من الآخر هو الرأس ماله الهبد الرأس ماله الأكل عيشه عشان نبقى عارفين يعني عشان يبقى الأمور واضحة وانا واسق ان الجمهور انتوا عارفين أنا بتكلم على مين وواسق جدا ان انتوا بتتفرجوا عليه عشان تتحكوا هو لازم يفهم كده مع كامل الاحترام والتقدير للبرنامج يعني رغم ان البرنامج أهدافه واضحة برضو انه هو يستضيف ناس تعمل لغط وتعمل ويبقوا ترند بس فيه حاجة اسمها ترند سلبي هم مبسوطين قوي بالترند السلبي ده اللي هو انا اقول حاجة خارج نطاق الطبيعة ها علشان ايه علشان اقلفت نظر الناس هو ده صح هو ده اعلام او هو ده واحد يقع انت مين اصلا عشان تقايم الاهلي انت مين والله العظيم الواحد بيزعل او مش بيزعل الواحد بيفرح لما بيلاقي شباب شباب ملعبوش كورة ملعبوش كورة وماشاء الله عليهم في التحليل من غير ما يجيب اسماء يعني فيه شباب ملعبوش كورة وبيحللوا احسن بكتير من الناس اللي كانت جوه الملعب اللي كانت بتلعب كورة ما عندهمش فكرة اللي كانوا بلعبوا كورة دول مش كلهم طبعا انا بتكلم عالشخصيات بعينها وانتو معارفين انا قصدي على مين فيه ناس لعبت كورة ناس راضينة ناس بتعرف تتكلم ناس بتعرف تحلل لكن مش اي واحد لعب كورة ها وليه مشتورته فانيلا يبقى محلل يا جماعة مش كده والله عيب عيب جدا فهو الراجل ده راس ماله الهبد يعني مش عايز اقول كلمة تانية بلاش اهبد واقول اي حاجة ها واقول تقييم غلط بشكل غريب ومستفز عشان الفة نظر الناس سألهم انا هو خلوا بالكم انا هو شايفيني هو ديش غلطه اكل عيشه ممكن نوع ظروف دي لكن هو تمادة فيها اوي بصراحة انت مين عشان تقيم الاهلي ولعبته هل يعني تدي درجات للعب درجات مين لعبت مين تديها درجات يا راجل اتا حتى متديش الدرجات بمنطقية الاهلي اللي حصلنا يا افراك بتديش الدرجات تدي اللعب درجات ملاهاش علاقة بالمطش هو كان بيتفرج على مطش تاني بقى يمكن زي مثلا ما تيجي تقول ايه تجيب واحد في قوله حضانة ها واحد في قوله حضانة لسه عيل صغير مش عارف حاجة ما عندوش فكرة عن البطيخ يعني في قوله حضانة تمام ويجروا حقيلة يقايم مين دكتور في الجامعة هل ده هيبقى منطقي لا طبعا اش منطقي بس هو ده اللي بيحصل هو ده اللي احنا شايفينه وبنعيشه اللي لازم يفهموه واللي لازم يفهمو الراجل ده تحديدا ومش حاجب اسمه برضو ان الناس بتتفرج عليه دلوقتي عشان تضحك مادة للتسلية مادة للضحك بيقدمها الغريب بقى ايه ان انت لما تيجي كده تشوف الراجل ده تاريخه ايه في تدريب هحكي لكم انا تاريخه ايه في تدريب جي نادي من الاندية السنة اللي فاتت قالك ايه قالك الراجل ده بيتكلم كويس ايه عن نفسه بيقول انا لو بس مسكوني فريق وانا وريكم حامل ده انا حكسر الدنيا ده انا بسه هتشوفوا اللي ما شوفتهوش في حياتكم طب الادارة ده فكرت قالك طب تيجي نجيب الراجل ده يمكن كده الدنيا تفلح معاه وتنفعه ويزبطنا ويقعدنا في الدور عمل فيهم ايه خد الموضوع شو او الله خد الموضوع شو نزي بيهم مش درجة تانية لا ده نزي بيهم درجة تالتة نزي بيهم درجة تالتة ولو كملكم ممكن اصلا ايه يلغوا النشاط خالص بدل ما نزل بيهم درجة تانية بس نزل كمان درجة تالتة فبأي امارة بأمارة انت بتقيم بأمارة ايه انت بتتكلم على مسماني يا جماعة لازم ندي كل واحد حقه يا جماعة زي ببندي مسماني حقه الراجل ده لازم ياخد حقه اللي انا بتكلم عليه ده لازم ياخد حقه عايز ينتقد الاهلي وخلاص عايز ينتقد مسماني وخلاص يعني حاجة غريبة حاجة غريبة وبقى فيه تمادي فيها بشكل كبير جدا جدا وامر كير طبيعي لكن الطبيعي مثلا لما تيجي تلاقي واحد زي ميدو مبارح اتكلم على الاهلي بشكل كويس جدا وادى الاهلي حقه هو ده الصح هو ده الطبيعي ما ينفعش انت الاهلي يكون عامل بطولة ممتازة زي دي وعامل مباريتين ممتازين زي مباريتين التركي تطلع تقول الاهلي وحش والمدرب ده تعبان والفرقة دي واللعبة دي تاخد خمسة من عشرة ومش عارف مين من عشرة اي كلمتين في اي حاجة واي اي حاجات بصراحة بتتقال الواحد حزيني يعني لما بيشوف الحاجات دي او مش بيشوف والله انا ناس يعني اصدقائي بعتولي الفيديوهات وشفت واتحكت زي ما هما دحكوا وزي ما كل جماهير اللي بتتفرج عليه بقى مختلف انتماءاتها بتتحك هو مادة للتسلية حرام عليكم يا جماعة فوقوا بجد فوقوا يعني الناس تتحك عليكم دي رسالة اللي انا بقصودهم واللي انتم عارفين انا قصدي على مين يعني فوقوا لان الناس تتحك عليكم بجد يعني مش ده او ده امر كان مهم برضو حبينا ان احنا نتكلم فيه لان بصراحة لازم كل واحد ياخد حقه بالشكل الايجابي لما يستحق وبالشكل السلبي كمان لما يستحق والانتقاد لازم يكون قوي بس منتهى الادب والاخلاق والاحترام اللي احنا متعودين عليها دايما هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فاكرات التريند النهاردة طيب الاهلي النهاردة استأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز يوم الخميس مباراة غاية في القوة الصعوبة ومهمة قوي بالنسبة لنا مش ان احنا عشان نكسب بيراميدز اوحال احنا عايزين نكسب عشان نوصل لقمة الدوري ونعوض فرق النقاط بسبب المباراة المؤجلة فبالتالي النهاردة بعض الاخبار بتتعلق بالنادي الاهلي النهاردة كابتن سيد عبدالحفيز فرض حظرا اعلاميا على لعاب الاهلي بشكل كامل محدش يطلع يتكلم في الاعلام غير بعد ان شاء الله يوم سبعتاشر الامور تنتهي على خير بفوز النادي الاهلي وطول الدوري ابطال افريقيا وقرار صائب جدا من كابتن سيد عبدالحفيز مسماني كمان بكرة هيدي اللعبات دي لقطات من المراني النهاردة اللي حضراتكم شايفينها في هذه اللحظات او ده ماشي دي لقطات ارشيفية لتدريبات النادي الاهلي بس النهاردة كان فيه مران صباحي بالنسبة لفريق وانتهى مسماني كمان حيمنح لعاب الاهلي راحة سلبية بكرة ده في اطار البرنامج الوضع الجاز الفني استعداد للمواجهات المقبلة كهرابا كمان النهاردة عمل تدريبات فردية بسبب ان هو كان عنده امتحان النهاردة نتمنى له التوفيق وينجح ان شاء الله كهرابا عنصر من عناصر مهمة وان شاء الله بإذن الله يكون مع الفرقة دايما كده ويتألق اكتر واكتر مسماني كمان اجتبع مع اللاعبين النهاردة على هامش المران اتكلم معهم عن مبرات الامس وشكرهم على الاداء والنتيجة وفي حالة مستعدة من الجهاز الفني باللعبين بعد هذا الاداء وهذه النتائج المميزة لكن اكد عليهم ان احنا لسه ما حققناش حاجة طبعا ما حققناش حاجة الوصول النهائي مش انجاز للاهلي لكن الانجاز هو البطولة بإذن الله تعالى الاهلي حققها قدام كازر تشيفز يوم 17 حتى هذه اللحظة ونسبة معادل الماتش فيه محاولات من الانتحاد المصري وطلب من الانتحاد الافريكي ان المبرات تتقدم محاولة 24 ساعة عشان لعب المنتخب الأولمبي الموجودين في الاهلي يسافروا لتوكيو لكن الامور دي لم تحسن بعد والنسبة كبيرة مش هيتم الاتفاق على الجزء دي هنشوف اللي هيحصل وكان فيه تأسيمة قوية مع نهاية المران تقلق فيها كل اللاعبين واللعب اللي شاركت مبارح كان لها مران استشفائي ده فيما تعلق باخبار الاهلي هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل فقرات الحلق يلا بي طيب خلينا نشوف تريند الاهلي وأبرز الامور اللي اتكتبت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا بالتحديد بعد مباراة الامس نبتدي بالحساب الرسمي اللي تكافع على تويتر واللي اختاروا افشا افضل لاعب المباراة الاهلي والتراجي بتصويت الجمهور طبعا طبعا افشا عمل مباراة جبيرة اوي الرجل عمل جنين اسست وكمان اكرم توفيق عمل مباراة جبيرة حمدي فاتحي ما شاء الله عليه كله كله عمل مطش كويس يعني فطبعا افشا استحق كل التأدير تعب اوي اوي عشان يلحق المطشين دول والله بجد الرجل ما كانش بيرايح في الست ايام الكله كده اجازة هو كان يشتغل على نفسه عشان يخف ويلحق فدي حاجة جميلة من افشا طرح دوري عطال الافريقيا الحساب الرسمي ليهم ويكاس الكون فيدرالية على تويتر قالوا مباراة واحدة بطل واحد الامور مش محسومة فرص خمسين خمسين ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون موفق وياخد البطولة كمان خلينا ناخد مين ناخد حساب يلا كورا على فيسبوك واللي بيقوله الترجي اصبح الضحية مفضلة والاكثر خسارة من الاهلي في دوري عطال افريقيا والزمالك في المركز التاني الترجي فريق كبير جدا جدا احنا منتصرين عليه ثمان مرات الزمالك الفريق الجيد احنا منتصرين عليه ست مرات توسكر خمس مرات وسونداونز خمس مرات فدي حاجة كبيرة جدا وحاجة بشوفها طبعيا الاهلي هو اكبر فريق في افريقيا النتائج والاقام هي اللي بتقول كده تعالوا بقى للإحصائية دي نتكلم عنها وده الوطن الرياضي واحسامه على فيسبوك بيقوله تاريخ الاهلي في نهايات دوري ابطال افريقيا وصل 14 مرة بعدما تجاوز الترجي بالامس اول مرة كانت في 82 مع كوتوكو اربعة واحد تاني مرة في 83 مع كوتوكو واحد سفر ثالث مر مع الهلال السوداني 2-0 للاهلي وبعد كده الاهلي مع سونداونز في 2001-41 للاهلي مجموع المباريات 2005 الاهلي مع النجم السحلي 3-0 الاهلي مع الصفاكسي في 2007 كمان الاهلي مع النجم السحلي 3-1 للنجم للأسف كانت حاجة صعبة جدا علينا 2008 الاهلي 4-2 على قوتن الكاميروني الاهلي على الترجي التونسي 3-2 الاهلي على أورلاندو بايرت جنوب أفريكي 3-1 في 2017-18 خسرنا بطولة أمام الوداد والترجي 20 كسبنا الزمالك في مورات الكارتن إن شاء الله بإذن الله 21 نفوذ بدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيلز تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقة النهاردة ورأيكم في أداء نادي الأهلي بالأمس نبتدي بشاكر محمد عبد الرحيم قال أداء تكتيكي رائع للاعبين وكمان قال عمله اللي قاله عليه المدرب بشكل جيد جدا وذكاءه تكتيكي مدرب على أعلى مستوى ننتظر منكم المزيد إن شاء الله ندايكم الإمكانيات وقدرات اللي تأهلكم تأهلكم لبطولة أفريقيا آخر واحدة بعليش ناخدها سريعا برضو عشان نبقى توصلنا مع الناس بأكبر كما ممكن هاني الممتاز أبطال أفريقيا كرامي المصري الحمد لله رب العالمين أداء فوق الممتاز العشرة يا أهلي بإذن الله الأهلي يحقق البطولة العشرة وفرحنا كلنا يوم 17 من الشهر الجاري لما يواجه فريق كايزر تشيفز الجلوب أفريقي هناك في المغرب على مركب محمد الخامس إن شاء الله بإذن الله كل توفيق لفريقنا دي كانت حلقتنا كمان مهاردة من الترند اللي ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس بردين تستنونا إلى اللقاء